اه في ناقة اقدر اقولك شركة اتنين تلاتة مش اربعة تلات شركات من اللي بيقدموا خدمات التليفون اللي محمول ومش عارف اين كلهم عندهم في الفروع بتاعتهم اجهزة موجودة بقالها سبعة وثمان تشهر ورفعوا اسعارها على الناس كلهم التلات شركات ده اللي وصلني فانا ما قلتش اسم ولا شركة صح حلو هنا بقى الاجهزة المعنية في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك منس ايمن انا عارف ان هو ما بيتأخرش يعني الحاجات دي بالنسبة له بتبقى يعني يا قاتل يا مقتون انزلوا عملوا ششني على الفروع بتاعت الشركات مش بس كده وسلاسل ومحلات تجارية ضخمة جدا نزلوا تلفزيونات وغسالات وتلاجات واللازي منه حاجة ايه ما قولكش كله كان مستخبي في المتصبر في الملاحات مش كانوا عارفين ان هيحصل حرب ولا حاجة خالص هي جات كده طب يعتبروها وده بقى التبرير رزق وجالي شركات وسلاسل كبيرة الحاجة كانت موجودة في المخازن ما تبعيتش لسه طبيعي انفنتوري مخزون يعني هب هب تحريك ساعة للصرف ساعتها بالعين يا كده زي ما نقول خدوا قرار مش هطلعوا الحاجة من المخزن قدر الامكان والبعض طلع عربيات برا مخزن وخزن بعيد عشان لو حصل اي تفتيش ولا اي حاجة شوية شوية دخلت الحاجة المخزن تاني وبالكده دخلت على المعارض وبعدين اتبعت تلاتين واربعين في المياه زيادة وفهناس بعت الدبل فتش وعلى رأي اسماعيل ياسيم فتشني فتش ارجوك وتفتح والنبي لا تفتش عشان خاطر فتشوا تجدوا ما لا يسركم بس هيسر المواطن وفي الحالة دي بقى انا ارجح واطالب واناشد اللي اشترى سلعة بسعر غالي مع ان سعرها ارخص يسترجع الفرق واحد راح اشترى التلاجة اللي كان المفروض ياخدها باثناشر لهم بيقولله بخمستاشر وبستاشر ودفع ارجع له فرق لو كانت موجودة من على قديمه مش كده ولا ايه كلمتين وبس الله يرحمك او استاذ فؤاد